مرحب بحضرتك نحن نور فندم ازاي حضرتك الحمد لله تحياتك كابتن محمد عمارة كابتن محمد مثل خير بسيار خير فندم مع الوزير ازاي حضرتك الله يكاد بيك انا نصح طبعا فندم بنبارك لحضرتك فوز نادي الزمالك نادي مصري حق لقب كبير جدا وانجازات في عهد حضرتك وبالتالي حضرتك اول يعني اول الحضرين في مطار القاهرة لاستقبال بعثة نادي الزمالك اكيد حضرتك واكيد سيارة الرئيس طبعا الدعم الاكبر للرياضة المصرية اكيد شعور مهم جدا انا فندم وببارك مرة تانية واكيد بقى يعني دي خطوة مهمة جدا في خطوات كتيرة للرياضة المصرية بشكل عام في عهد سيارتك الحمد لله طبعا احنا يعني اي لاعب ومطري المتخب مطري وكل المتخبات اللي ترفع يعني اسم بلدها وعالم بلدها في الرياضة اكيد لازم معنوية ان يكون جنبها عشان كده يمكن احنا بنبارك يكون اه يعني فريق ومالك فرق اثنينة تمالك بفوضو كانت سوبر اه ودي حاجة يعني يعني عظيمة عن مصر وان شاء الله بنبارك البعيس الفرق المصرية لكلها اللي مشارك فاند وطلاطة الافريقية وفعلا مهاردة كان المعتادسنا يعني في موضتنا للسرق والمجاحات الكبيرة اه يعني برضو قابلناها من مهاردة ونتمنى لهم التوفيق دايما وتمنى لكل الفرقة المصرية اه في حياة المهام بتاعتها كلها اه ومتخباتنا التوفيق الدايم ان شاء الله مباراة السوبر يا فندم اللي هتكون يوم الخميس اللي جاي حضرتك طبعا المباراة مهمة جدا هتكون خارج مصر لكن طبعا دولة الامارات وامارات ابو ظابي دايما دعمين وبيرحبوا بكل المصرين اللي هتكونوا موجودين حدث مهم جدا اكيد حضرتك هتكون موجود فيه لكن حضرتك شايف المباراة شايف الاحداث شايف الاجواء يكونوا عملا ازاي بص اولا اه يعني كرة المصرية خروجها لبرة اه ده شيء مهم جدا لان تسويق الكرة المصرية اه ونرجع تاني اه يعني الاهل والدمالك ومكانتهم الكبيرة اللي كانت دايما موجودة في الخليج وايضا في مطر اه شيء مهم جدا لان تعرف مع الفضايات اللي بقت موجودة في شكل كبير جدا اه اصبح يعني ديربي اله بيرشولونة وديربيات الاخرى بقت بشكل كبير جدا يمكن قليمت شوية اه تسويق او الماركت او سوق الكرة المصرية فلما بنخرب اه بالغرضات الايرو الضامري برى مصر اه ده يعني بنوع من النوع على التسويق في الحياة للكرة القدم المصرية اه بنشكر طبعا يعني دولة الامارات على اه تقدمها وتفاستها احنا عملنا بكرة اول مع مجلسة وضب البياضي وكان منذ منذ الممكن يكون فيه مباراة سوبر مع طبعا موارسة الاتحاد والأطراف الموجودة أكيد إن شاء الله الفريقين هيكونوا على قدر مستوى تمثيل القرى المصرية بر مصر الجالية المصرية موجودة هناك شكل كبير جدا وتفرح جدا وستتباهى بوجود الفرق المصرية يعني فريقي الأهل والزمال الكتبية القرى المصرية وده كمان بيخليها كده يعني مدعومة برأة وهي بتشتغل بر مصر فإن شاء الله نتمنى التوفيق ونتمنى المباراة تكون بنفس القدر أن نتمنى حقيقة يا فندم غلق استاد القاهرة بسبب بعض الإصلاحات وفي نفس الوقت النادي الأهلي بيحاول من ناحية تانية طبعا بمعرفة حضرتك والتواصل مع حضرتك الصوت مش واضح شوية حقيقة غلق استاد القاهرة بسبب بعض الإصلاحات اللي في نفس الوقت الأهلي أو النادي الأهلي بيحاول فيه مع سيادتك طبعا أن المباراة سان داونز الأفريقية تكون على استاد القاهرة هل حرك فيه توصل للأمر ألا فعلا الملعب أو استاد القاهرة يعني غير قابل لإستضافة أي متشاط في الوقت الحالي لا هو الملف دا ببقى اتحاد القاهرة والنادي والأجهزة المعنية اللي بيقوله إحنا ما عنداش مشكلة يعني اللي بيقوله خلاص يعني دا بيبقى يبقى جزء يعني تشغيلي أكثر ما هو يعني موضوع للتدأ أو أنا بتكلم يا فن من الأهلي قال إن هو حصل كلام ما بين ناد الأهلي وبين حضرتك وبالتالي كان ممكن يكون فيه بعض المحاولات أكيد 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 بندعم وبنساعد طبعا يا فن بيكون فيها يعني رؤية وفق الاجتماع تعب بيكون فيه أو اجتماع قبل المباراة اجتماع الأمني والأطراف اللي موجودة بتتفق على شيء احنا أكيد بندعم يعني إن يكون أفضل حاجة المباراة وهنشوف إن شاء الله هل فندي شكرا يا عمر شكرا يا عمر طبعا شكرا جزيلا يا فندي معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي بشكوره شكرا جزيلا على وجوده معنا يعني راجي محترم جدا وفي عهده بيحصل الكثير وكثير من الأنجازات كابتن عمار يعني أرجع تاني لكلامها